فكانت الأولوية الأولى لهذا البلد رقم واحد الإرهاب اللي كان ممكن يعني يودي بها اللي حصل في مكافحة الإرهاب شيء عظيم واستهلك وقت وأرواح ومال فدي أولوية تمت على التوازي منها ويليها بناء مؤسسات للدولة قوية فبقى عندنا دستور متوافق عليه كلنا ارتضناه بقى عندنا مجلس نواب بقى عندنا حكومة بقى عندنا رئيس جمهورية منتخب بقى عندنا المؤسسات عندنا أجهزة رقابية ومستقلة وكل يوم الأجهزة والمؤسسات والوزارات بتترسخ أقدامها في الأرض أكتر بعد ما انت عملت النقطتين دول خلاص أصبح الإصلاح السياسي أولوية لأنها كانت أولوية مؤجلة لا يمكن أن أتكلم عن تحول سياسي أو خطاب سياسي والناس غير آمنة في بيوتها لا يمكن أن أتكلم عن تحول سياسي أو إصلاح سياسي وانت ما عندكش مؤسسات أو مؤسساتك غير مكتملة أو مؤسسات حشة وضعيفة طبعا التحدي الاقتصادي مصر مرت به من سنة 2014 ولكن التحديات الاقتصادية زادت بسبب الأزمات المتعاقبة العالمية ويكفي أن نحن نبقى عارفين يعني وده ما واضح تماما يعني أن الأزمة الاقتصادية تكتح العالم كله أزمة التدخم موجودة في العالم كله أزمة البطالة وعدم التوظيف موجودة في العالم كله فإنت جزء من العالم فتتأثر يعني بهذه التأثير لكن الحمد لله أن أنت برضو رقم واحد الأمن موجود فيش إرهاب مؤسسات الدولة موجودة بتعمل اللي تقدر عليه في الملف الاقتصادي فبالتالي على التوازي منها بتعمل الإصلاح السياسي من هنا جاءت دعوة الحوار الوطني الحوار الوطني من وجهة نظرنا وقراءتنا يعني المتوضع عليه هو نقطة التحول ما قبل الحوار الوطني وما بعد الحوار الوطني وده واضح من الشعارين اللي دايما بيتخذهم الحوار الوطني الحوار الوطني بيتكلم نحو جمهورية جديدة وخلق مساحات مشتركة المصريين بينهم مساحات مشتركة كثيرة وكبيرة أولا إحنا محتاجين نكشف عن هذه المساحات المشتركة ده رقم واحد رقم اتنين محتاجين نزيد هذه المساحات المشتركة هنزيدها إزاي؟ هنزيدها بإن إحنا نبقى فهمين مشكلتنا عارفين الحلول وعارفين تكلفة الحلول ونقدر نرتب مواجهة هذه المشكلات دي فكرة الحوار الوطني الحوار الوطني برضو لازم أأكد هو نافذة ومنصة لإطلاق الأفكار والرؤى لترتيب الأولويات لكنه لا يحل محل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة العمل بتاع مجلس أمانية الحوار الوطني وآلية الحوار الوطني كلها لا تتدخل مع الحكومة تتكامل معها وتتعاون معها ترجمة نانسي قنقر